الأدات Open Files أي الملفات المفتوحة الأدات الثالثة والأخيرة من مجموعة أدوات إدارة التشاركات والإشراف عليها هي Open Files أي الملفات المفتوحة تستخدم هذه الأدات لعرض أسماء كل الملفات على هذا الحاسب والمفتوحة من قبل مستخدمي الشبكة يقصد بالمصطلح File في هذه الحالة كل العناصر المتشارك بها سواء كانت مجلدات أو طابعات أو ماسحات ضوئية وغيرها لتشغيل هذه الأدات قم بالضغط بزر الفأرة الأيسر على اسمها لنبدأ بالتعرف إلى محتويات هذه النافذة أولا Open File أي الملف المفتوح يظهر أسفل هذا العنوان أسماء العناصر المتشارك بها على هذا الحاسب والمفتوحة في هذه اللحظة من قبل مستخدمين من خلال الشبكة ثانيا Accessed By أي يتم الوصول إليه من قبل يظهر أسفل هذا العنوان أسماء حسابات المستخدمين الذين قاموا بفتح العناصر المتشارك بها ثالثا Type أي النوع يظهر أسفل هذا العنوان نوع نظام التشغيل الذي يستخدمه الحاسب الذي أنشئ منه الاتصال الأنواع المتوفرة هي Windows وNetware وMac رابعا Number of Lux أي عدد الإقفالات يظهر أسفل هذا العنوان عدد المرات التي طلب فيها المستخدم إقفال الملف بحيث يكون الوصول مخصص حصريا له إقفال الملف ومنع الوصول إليه مفيد في التأكد من أنه لن يقوم أي شخص آخر بتعديل الملف أثناء عمل مستخدم آخر عليه خامسا Open Mode أي حالة فتح الملف يظهر أسفل هذا العنوان الصلاحيات التي تم ضمانها للمستخدم عند فتح العنصر المتشارك به الصلاحيات المتوفرة هي تلك التي تحدثنا عنها سابقا في درس التشارك بالمجلدات بما أنه يمكن أن تحدث تغيرات على التشاركات في أي لحظة تأكد من تحديث المعلومات المعروضة في هذه النافذة قبل القيام بأي عمل عليها للقيام بذلك اضغط هذا الزر أو اضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان من النافذة ثم اختر الأمر Refresh سنبدأ الآن بالتعرف على الوظائف التي يمكن القيام بها باستخدام هذه الأدات الوظيفة الأولى التي سنتعلم استخدامها هي إغلاق أحد الملفات المفتوحة لإغلاق أحد الملفات المفتوحة قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان من السطر الذي يحتوي المعلومات المتعلقة بالملف ومن ثم اختر من القائمة الأمر Close Open File أي أغلق الملف السؤال المطروح في النافذة هو هل أنت متأكد من رغبتك بإغلاق هذا الملف؟ للتراجع عن عملية الإغلاق قم بضغط الزر Cancel والإغلاق الملف قم بضغط الزر OK لاحظ اختفاء اسم الملف من القائمة يمكنك أن تقوم بإنهاء كل جلسات التشارك وذلك بالضغط بزر الفأرة الأيمن على اسم الأداة ومن ثم أن تختار الأمر Disconnect All Open Files أي قم بإغلاق كل الملفات المفتوحة السؤال المطروح في النافذة هو هل أنت متأكد من رغبتك بإغلاق كل المصادر؟ للتراجع عن عملية الإغلاق قم بضغط الزر Cancel وللاستمرار بعملية الإغلاق قم بضغط الزر OK لاحظ اختفاء أسماء كل الملفات المفتوحة من النافذة